اهلا بكم. سألت على سعر الملاية السيلفي لقيت ان ادف منها باسعار غالية مبالغ فيها. فكررت اصنع واحدة. جبت الوحين خشب طول اللوح كان ثلاثة متر وعرض سبعة ونص. واطعتهم مية وتسعين سنتي طول والعرض كان متر. وبس روح الكهرباء سنفرتهم. هناخد مياس عرض الخشب زي الصورة كده. وبعدين هناخد منتصف صمت الخشبة. واحدد بقلم رصاص. وابدأ انشر الجزء اللي حددته. وهتبقى بالشكل ده. وهن قرر الموضوع في كل الاطراف. جبت سدايب خشب عشان هتمسك جسم البرواز وكمان هتسند المراية ما تركب. وجبت عضيين ضهر حية من الموان. ولفت بها البرواز من الضهر عشان تمسك المراية. ودعمت البرواز بزوية حديد عشان ينديره متانة اكبر. وده الشكل اما جمعت البرواز. عالجت فواصل البرواز ان جبت غيرها ابيض وانشارها نعمة كانت عندي وملئت الفوارغ دي وزبتها تنشن وصنفرتها. جبت خشبة كانت سميكة عندي وصمكها تقريبا اربعة صنطي واضعتها بالنص. وصنفرتها. ومصمرتها على عدتين خشب عشان تبقى قاعدة البرواز. ودي شكلها اما ركبت البرواز عليها. جبت زاوية حديد من عند الموان طويلة شوية وركبتها من الخلف وضعمتها بزاوية تانية جنبها صغيرة. جبت اللون الاستر اللي بدهن به الخشب دايما وبدأ تلون البرواز به. والعلبة بتاعته بقالها فترة كبيرة عندي وبسط عملها فاجات كتير. بيورنيش لامع وبدأ تلمع البرواز وتعيد عليه اكتر من مرة عشان ينديك اللي معان المطلوب ويسد مسامل خشب. جبت اتنين وعشرين دواية وفي منها انواع كتير بس انا عجبني النوع الكنس ده. وسلك. واتنين فيشة كومترة. وفيشة دكر. ومصامير. تلات اعوال دكتر والعوب ببقى اتنين متر. وده اللي هيركب في ظهر البرواز ويبقى جواه السلك. وده شكله بعد ما ركبته. وده شكل الدوي انا خليت الفرق بين كل دواية والتانية عشرين سنتي. جات مرحلة السلك. لوحز ان انا ركبت دواية وعدت دواية. واللي عدتها دي هركب فيها سلك تاني عشان هعمل اضاقتين للمراية السيلفي. اضاءة ورم واضاءة بيضاء. وانا هتعملها كلها لون واحد بقى توصل كل الدوي على نفس السلك. اخدت البرواز وروح تركبت المراية ولازلتها بسيليكون وسبتها يوم تنشف. ركبت بفرع كل سلك فيشة كومتر عشان هتحكم في الاضاءة براحتي. وجبت لمبة بولة صغيرة تلاتة وط. وبتبدأ اسعارها بعشرة جنيه. وركبت واحدة ورم واحدة ابيض. ودي شكلها النائي ودلوقتي مشغل النور الورم والنور الابض مع بعض. ومدياني اضاءة اضافية وجميلة. ده الشكل بتاعها لما شغل النور الورم. وده الشكل بتاعها لما شغل النور الابض بس. هنا جردتها واخدت صورة سيلفي بيها. مستاني رأيكم في الكمنتيات وتشاركوني باي افكار جديدة.